مجاح متابعين الكرام نلتقي بحضراتكم في مساء يوم الثلاثاء الثانية والعشرون من مارس لعام 2022 للميلاد وفي هذا المساء الذي نشد فيه تحديات وانطلاقات سن اللقاية من مسافة الخمسة كيلو متر على بركة الله اعلنت بداية انطلاقة شوطنا الحادي عشر لفئة الابكار وجائزة هذا الشوط سيارة رصدت للفايز بالمركز الاول نيسان باترول ستيشن اكس اي رصد للفايز بالمركز الاول نذهب ونسير الى مقدمة هذا الشوط هذه زخرفة تتقدم مع المركز الاول محمد بن بخيت بن احميدي بن برقان مع المركز الاول المركز الثاني الوصول من قبل افعال لعوض بن مهدي بن هادي بن عوض الاحبابي من يحتل المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث هذه سرت بشعار سيف بن مسفر بن راشد بن مسفر العميمي من يحتل المركز الثالث والمركز الرابع رابع المراكز قدوم ووصول في هذه اللحظات من قبل شذا لمحمد بن سعيد بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا شذا مع رابع المراكز والمركز الخامس القادم اعتدال لمنصور بن سعيد بن علي بن سعيد المنصوري هو القادم مع خامس المراكز ومع انطلاقة شعاره اذا متابعين الكرام نداونا الاول للمراكز المتقدمة اتممناه على مسامعكم ولكن نعود الى مقدمة الشوطي للمركز الاول شعار محمد بن بخيت بن برقان مع المركز الاول مع زخرفة ولكن اللي تسللت وتقدمت افعال افعال بالفعل افعال تقدمت عوض بن مهدي بن هادي بن عوض الاحبابي يتقدم الاحبابي مع انطلاقة افعال مع المركز الاول ومع صدارتي هذا الشوط زخرفة من الجانب الايسر بشعار محمد بن بخيت بن احميدي بن برقان وثالث المراكز سرت بشعار في هذه اللحظات من تتقدم بشعار سيب بن مسفر بن راشد بن مسفر الحميمي يقدم لنا شعاره مع ثالث المراكز والمركز الرابع وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل الضبي محمد بن سهيل بن خيرات بن عيضة الاعثاري من يتقدم مع المركز الرابع المركز الخامس وصول وقدوم شعار بالراية مع تصريح سعيد بن علي بن سعيد البريس المري هو القادم ولكن نعود الى مقدمة الشوط يا سلام الى المعركة الامامية بقيادة الصارم الصارم هو المتقدم مع انطلاقة زخرفة محمد بن بخيد بن حميدي بن برقان يقدم لنا شعاره الصارم مع المركز الاول مع انطلاق زخرفة مع صدارة هذا الشوط تتقدم مع المركز الاول زخرفة مع صدارة هذا الشوط محمد بن بخيد بن حميدي بن برقان هو المتقدم والمنطلق هو القائد لمسيرة هذا الشوط العظيمة بينما المركز الثاني القدوم القدوم من الضبي لمحمد بن سهيل بن خير العفاري قادم شعار بن خير مع المركز الثاني المركز الثالث سرت لسيب بن مسفر بن راشد العميمي من يحتل المركز الثالث المركز الرابع تصريح سعيد بن علي بن سعيد البريس المري هو القادم مع المركز الرابع شعار بن راية مع رابع المراكز والمركز الخامس أرى الأسماء والشعارات التي بدأت بالقدوم بدأت بالوصول مع انطلاقاتها في هذا المسار وصول وقدوم في هذه اللحظات من قبل هذه اللي وصلت اللي تقدمت وانطلقت هنا الوصول والقدوم من قبل الشاهنية لخالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي الوهيبي هو القادم مع المركز الخامس ولكن نعود إلى مقدمة الشوق نعود إلى زخرفة مع المركز الأول محمد بن بخيت بن أحمدي بن برقان هو المتقدم مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوق الله 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 زخرفة مع مقدمة هذا الشوق تعلن السيطرة التامة بشعار الصارم الصارم يا سلام بن برقان مع المركز الأول كيلو ونصف كيلو ما تبقى عن النموس والانتصار عن السيارة عن التشعير المليونية التي رصدت للفايز بالمركز الأول المركز الثاني وصلت سيرت في هذه اللحظات لسيب بن مسفر بن راشد العميمي هو القادم والمركز الثالث القادم الضبيل محمد بن سهيل بن خير العثاري تصريح مع المركز الرابع سعيد بن علي بن رايا المري وكذلك القدوم والوصول من شعار الوهيبي من يقدم الشاهنية خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي قادم مع خمس المراكز يا سلام يا سلام على المعركة الخماسية على هؤلاء النجوم على هذه الشعارات الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير يا سلام النيسان في الانتظار ومحمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا زخرفة بهذا الأداء الفنان في أرجاء الميدان يتقدم الصارم يا سلام مع انطلاقة زخرفة ولكن الخطورة 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 في هذه اللحظات من الجوري ناجي بن مسر بن صالح العجمي هو القادم أحد الأسماء المتميزة ينظم لدائرة النداء النهائية يا سلام يا سلام زخرفة وسرد المعركة ثنائية إلى هذه اللحظات يا سلام يا سلام تسللت سرد إلى المركز الأول سيب بن مسر بن راشد العميمي ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله أصدرت الأوامر أعلنت الإقلاع والوداع تقدم العراض الممتازة مع آخر الأمتار سرد يا سلام سيب بن مسر بن راشد بن مسر العميمي العميمي وآخر الأمتار ليعبر السلام ليعبر الاتصار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مع سرد يا سلام التهاري والتبركات لسيب بن مسر بن راشد العميمي على هذا الفوز وعلى هذا الاتصار وحصول هذه البطلة بسيارتي هذا الشوط لحظة وصولها إلى خط النهاية معلنة الفوز والانتصار المركز الثاني زخرفان محمد بن بخيت بن برقان المركز الثالث الجوري لناجي بن مسر بن صالح العجمي والمركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع كان من نصيب الشاهنية خالد بن مبارك بن سعيد الوهيبي وخامس المراكز الضبي لمحمد بن سهيل بن خيراء العفاري نعود بالتهاني وتبركات لمالك سرت على هذا الفوز وعلى هذا الاتصار ثاني لسيف بن مسر بن راشد العميمي التوقيت الزمني سبع دقائق عشرية ثانية سبع وتسعين جزء من الثانية بينما المركز الثاني ثاني المراكز وثاني التحديات المركز الثاني من نصيب زخرفان محمد بن بخيت بن برقان التوقيت الزمني سبع دقائق ثنين وعشرين سبع وخمسين جزء من الثانية المركز الثالث من نصيب الجوري لناجي بن مسر بن صالح العجمي سبع دقائق ثنين عشرية ثانية خمسة ثمانين جزء من الثانية تهانين والفي مبروك